أقبل العيد وهلا والهنى في نتجلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمة الحبيبة امتاز هذه اللحظات المباركات يتقدم لك بأجمل التبركات وألطف التهاني بقدوم عيد الفطر المبارك أمة الحبيبة بعد أن أكرمك الله بهذا الشهر الفضيل شهر ربضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وفرقان بعد أن أكرمك الله بصيامه وقيامه والتعبد فيه ها أنت الآن تقدمين على يوم الجائزة يوم العيد تكبر الله سبحانه وتعالى وتحمديه على فضله عز وجل الذي أكرمك الله عز وجل به أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذا الشهر الفضيل الذي هي ليلة الخير من ألف شهر هذا الشهر هذا الشهر الذي من صامه وقامه إيمانه واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذا الشهر الفضيل الذي من لم يغفر له فيه فقد خرج لئيسا متعوسا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من اعتقاء هذا الشهر ومن من قامه حقيقة وصامه صياما يليق بهذا الشهر ويكنا خريقا أدين فيه من العمل القليل وحقيقة مهما فعلنا فإننا لا يمكننا أن نعد أنفسنا قد فعلنا ما ينبغي أي فر صمنا ولكنه صياما نقص قمنا ولكنه قياما باهز نسأل الله يتجاوز عنا ويتقبل بنا إنه ولي ذلك والقادر علينا وانحبا هذا الشهر قد انصر وجاء العيد عيد الفرح والسروق بفضل الله برحمته فبذلك قل يفرح هو خير مما يجمعون ولكنه عيد جاء بطامد مر جاء وإخواننا يقتلوه ويذبحوه في درنا وفي إدلب وفي الشام كلها وفي فلسطين وفي غزة وفي بورما وفي غير مكان من الأماكن كما قيل أن تجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفوف هذه الأمة الإسلامية تحت راية الإسلام وتحت راية القرآن ويؤلف بين قلوب أهلها حتى يكون ويصبحوا كما كانوا أمة مرغومة الجانب عزيزة إنه ولي ذلك وقادر عليه كل عام أنتم خير وعيدكم مبارك سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا